مرحباً أميكم، كيف حالكم؟ اليوم سنستطيع أن نتعلم السابق 2 نتعار المنطقة نتعار المنطقة نتعار المنطقة أولاً يجب أن نعرف أننا لدينا نوعاً من الكائنات الحية نباتات نباتات كلنا يجب أن نعرف أن النباتات 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 هي كائنات حية يعيشوا و بيأكلوا و بيأخدوا مواد غذائية و بينموا و بيكبروا و بيتكاثبوا لذلك كتعريف المنطقة نباتات كم نوع من النباتات لدينا؟ حقيقة لدينا نوعين من النباتات النوع الأول من النباتات أسمم الزكاب تحتاج تحدث الزكاب 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 غريف الزكاب غريف او غريف ماذا يسمي هن propor لون هن غريف مثل هن النبات التي ترىهم في الصورة قدامكم غريف هن找 غريف لأنه حقيقة هناك بقلبه في قلبهم بقلب هود النباتات مادة اسمها كلارفل كلارفل بالعربي اليخضور هي عبارة عن مادة موجودة بقلب النباتات الخضرة موجودة بقلب خلايا النباتات الخضرة طبعا ما هي نبتة يعني هي كائن حي والكائن الحي بتكون من خلايا داخل خلاياها لهيد النبتة في مادة لونة أخضر اسمها كلارفل كلارفل هود النباتات لونة أخضر لأنه في قلبه المادة اسمه chlorophyll so they are called chlorophyllic plants فإذاً green plants are chlorophyllic plants they have green color لون أخضر and they contain chlorophyll في قلبه المادة اسمه chlorophyll لونة green طيب شو بفيدوا هود النباتات أو شو بيعملوا هود النباتات they synthesize their food هود النباتات بيصنعوا أكلن هن بيصنعوا أكلن ما بياخدوا أكلن من الثانيين أوكي هيد الكائنات الحي اللي هوني green plants عندن القضر يصنعوا أكلن لحالن they have the ability to synthesize their food عندن القضر يصنعوا أكلن لحالن أوكي طيب لحتى يصنعوا أكلن هود النباتات هن لازم يحتاجوا شي معين ليحولوا لأكل كيف نحنا بس نطبخ بالبيت منكون عنا شي منطبخوا منعملوا أكل نفس الشي لجرين بلانتس لازم يكون عندن شي يحولوا لأكل أوكي طيب ناني جرين بلانتس النوع اكتنى من النباتات هو ناني جرين بلانتس ناني جرين لونن مش أخضر فمنقللون ناني كلارفيلك because they don't have ما عندن مادة لكلارافيلك ما فى بقلبن من مادة لكلارافيلك فازان هن هن ناني كلارافيلك and they take their food from جرين بلانتس شو يعني؟ طيب هود النباتات لهم مننون خضر هادي النباتات اللي هن مش أخضر مثل الفطر هون شايفينا هادي ملنة خضرة بتلاحظوا انه الفطر بيطلع تحت الشجر بيطلع تحت الشجر تعرفوا ليش لحتى يسرق أكلاته هو ما بيصنع أكله ملنه جرين ناني جرين بلانتس don't synthesize their food don't make their food they take their food from other plants هن بياخدوا أكلون من النباتات التانيين فإذا الناني جرين بلانتس هن النباتات ما في بقلبة كلورفيل so they are not green منن خضر وبما أن هن منن جرين not green يعني ما بيصنع أكلون so they need food بدون أكل طب مننه بياخدوا هيدا الأكل بيسرقوا سرق على هيدا الأكل كيف بيسرقوا بيسرقوا من الجرين بلانتس so الناني جرين بلانتس take their food from green plants أوكي هلأ أنتو طبعا عدا فاتركم بتكتبوا chapter 2 بتكتبوا البلانتس تعريف أوكي هلأ هم مش دروا بتعمل ترسموهم متل ما أنا رسمهم فيكن تحطوهم نقطتين تحت بعضهم رقم واحد ورقم اثنين بينكتبوا وبينحفزوا هاو دي أوكي طيب now now activity one أول activity بالدرس عنها the nutritive needs of chlorophyllic plant طيب أنا هلأ قلت أنه green plants chlorophyllic plants خلينا نسميهم they produce they synthesize بيصنعوا أكلن طب هني بيصنعوا أكلن ما بدون شيء ليخليهني يصنعوا أكلن ما بدون materials so our objective now هدفنا هلأ نتعرف من هني المواد اللي بتخدن green plants لحتى تصنع أكلن our objective our aim is to know to determine to identify the substances needed by green plants or plants to produce their food هني من هني المواد اللي بحاجتن green plants لتصنع أكلن أخذنا application 1 هوني we have two plants هيدا الرسم موجود بكتابكن plant A with water سأيناها then green plants نفس conditions نفس الشروط نفس كل شيء حطيناهم بنفس البيكر then wheat wheat plant أمح زرعناهون plant A سأيناها with water plant B without water ما سأيناها أبدا طيب بعد فترة زمنية 20 يوم 30 يوم لنفترض plant A لاحظين كيف كبرت grows normally كبرت while plant B dies ماتت يبست وماتت أوكي let's identify the variable factor here العامل المتغير الفرق بيناتهم the difference is water the variable factor is water plant A is watered plant B without water فبدي أنت به the variable factor هو الشيء اللي أنا غيرته واحد مع ماء واحد بلا ماء so the variable factor is water the result النتيجة اللي طلعت عندي بعد السهم plant A عاشت grows normally while plant B dies طيب if I ask you to compare the two plants A and B طبعا بس إلك compare يعني قارن اللي هني مع النتيجة اللي إلهم أوكي how do we compare these two plants بد يقول plant A اللي مع ماء كبرت أكتر من plant B اللي ماتت من دون ماء رحظت شو قلت plant A اللي مع ماء اللي سقيتها بشكل دائم كبرت أكتر more than أكتر من ما بقول هايدي هيك while هايدي هيك لا بقول هايدي كبرت أكتر من plant B اللي ما سقيتها ماء وماتت شو بستنتج بستنتج إنه green plant بده ماء لا تعيش شو في غير هيك أصلا من هو variable factor مش water with water عاشت من دون water ماتت so plants need water to grow green plants need water to grow هايدي أول شرط من شرط عيش survival حياة لغين plants إنه they need water water so what do you conclude about the needs of a green plant green plants need water to grow normally يعني الgreen plants بحاجة ماء لا تعيش فإذن نحن in this application اكتشفنا إنه green plant needs water to grow يعني أول شرط من شروط حياة green plant هي water شو بحاجة الماء بحاجة الماء لحتى تصنع أكل لا ما نحن عم نعيد اللي عم نقوله من الأول green plants synthesize their food produce their food بيصنعوا أكلهم طب ليصنعوا أكلهم مابدوا المواد من هني هالمواد أول ماد تتعرفنا عليها هي water برأيكم من هني المواد التانيين خليني أقولهم water mineral salts carbon dioxide ok and sunlight وطبعا هو إذا بتتذكروا ما يخدينهم بصف الخامس أنتو أنه green plants to grow need water mineral salts sunlight and carbon dioxide to synthesize its food ok so أنا اللي بدي إياكم هلأ بتكتبوا عنوان activity 1 تحت هو ديك ok تحت هو ديك اللي قبل تحت بش كتبنا هون منرجع ok منكتب application 1 عنوان activity application 1 ما منرسم الرسمية موجودة بالكتاب وموجودة بالفيديو فيكن تشوفوها بسبتكن وبنرجع منكتب answers تحت مباشرة application كالعادي بيكون بخط معين والanswers بالأزرق ok موجودة بالكتاب